العروس الطفلة كانت بداية حياتي هذه المرأة ذات الثلاثين عاماً صعبة في النرويج ذلك البلد الذي تعلمت منه الكثير ما أهم تعلمته؟ أن أعتمد على ذاتي أن أقف على قدمي تروي بأنه تم تزوجها قصراً في العراق حين كانت في رابعة عشر من عراقي النرويجي ماذا قلت حينها؟ قلت لا لكن هذا لم ينفع ها هي مع لعبتها قبل أني تم تزوجها قصراً بعامين بحسب قولها تقول هو أخذني معه إلى النرويج قال إن لم أفعل هذا فلن يستطيع الصحابي إلى هناك فقد كوني هادئة تماماً لو سألوا على الحدود أو المطار هذا هو اسمك وهذا تاريخ ميلادك استغرق التعلم لهذا وقتاً طويلاً لدى فريق الصليب الأحمر لمكافحة الزواج القصري قضايا مشابهة كان عمرها حينها أقل من أربعة عشر عاماً وعمر زوجها كان أكبر بكثير يزيد عن عمرها بثلاثة أضعاف قاموا أيضاً بمساعدة المرأة العراقية وهم لا يشكون بروايتها تروي بأنه تم تزويجها قصراً في سن الرابعة عشر وقاموا بتزوير سنها وهويتها حين جاءت إلى النرويج هكذا تصفوهي الطريقة بنفسها جاء زوجها السابق إلى النرويجي وحصل على اللجوء قال بأنه كان متزوجاً في العراق وذكر اسمه وسن زوجته لكن الإسم كان مختلقاً فهو لم يكن متزوجاً بعد عدة سنوات سافر إلى العراق والتقى بها وتزوجها حصلت على الإسم وتاريخ الولادة الذي يتطابق مع ما ذكره حين أتى إلى النرويج وهكذا جاءت إلى النرويج عاشت هنا بهوية مزيفة وبسن يزيد بتسع سنوات عما كانت عليه في الحقيقة تؤكد دائرة الهجرة أنها تعرف طريقة الغش هذه للحصول على لم الشمل نعرف بأن طالبي اللجوء يذكرون زوجات غير موجودات كم يحدث هذا؟ نكتشف الكثير من الطلبات كل عام يكون فيها الزواج إما شكلياً أو ملفقاً قد يوجد ما بين ستين ومائة زواج شكلي وخمسون قضية يكون الزواج فيها ملفقاً بعد أربع سنوات تمكنت من الخروج مما تسميه بالزواج المليء بالعنف على السلطات أن تستفيق لأن الكثيرين موجودون هنا على أساس غير صحيح كما تقول هناك الكثيرون ممن فعلوا هذا يقولون بأنهم متزوجون في وطنهم ويذكرون اسم أخت أو ابنة عم ثم يحضرونها إلى النرويج قامت لناركوب الاتصال بزوجها السابق الذي يعيش الآن في العراق هو ينفي روايتها ويقولون بأن أسرتها هي من جلبها إلى النرويج بهوية مزورة كما أنه ينفي استخدام العنف معها موسيقى شكراً لفظوظة موسيقى لفظوظة حيث